في الذكرى الخامسة والثلاثين اليوم الأرض الخالد خرج عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في مسيرة بلعين الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصري المشاركون في المسيرة سعوا من خلالها للتأكيد على التمسك بالأرض مهما كان الثمن وهي الأرض التي رويت بدماء عشرات الشهداء والجرحى في هذا اليوم العظيم نؤكد كالجان شعبية لمقاومة الجدار والاستطان على تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاستطان وضد الاحتلال وضد الجدار ومواجهة المخططات الاستطانية الاحتلالية التي تهدد مصير ومستقبل شعبنا الفلسطيني على أرضه المسيرة شكلت أيضا مناسبة للتأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي من أجل التوحد في مواجهة الاحتلال الذي يسرق الأرض كل يوم بالإضافة للدعوة لتبني خيار المقاومة الشعبية السلمية هذا في وقت قمع لاحتلال المتظاهرين بإطلاق الأعيرات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم نحن بحاجة لأن نعيد تجميع طاقات الشعب الفلسطيني في كل مكان ويوم الأرض هو مناسبة للوحدة وأحسن مكان يمكن أن تتجسد فيه الوحدة النضالية ليس المكاتب وليس طاولات المفاوضات وإنما ميدان المقاومة الشعبية هنا يجب أن يتوحد الجميع من أجل فلسطين ومن أجل حرية فلسطين ولم يختلف المشهد في بلدة نعلين عما يحدث في بلعين فقد أقيم احتفال بيوم الأرض في البلدة التي باتت معظم أراضيها مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان والجدار الذي ابتلع أكثر من أربعة آلاف دنم من أراضي المواطنين في البلدة مسيرة بلعين هذا اليوم جاءت إحياء لذكرى يوم الأرض الخالد يوم سالت فيه دماء الفلسطينيين الطاهرة لتكون وقودا ينير الطريق نحو الحرية والاستقلال والحفاظ على الأرض التي باتت تشكل لب الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لتلفزيون القدس مصطفى الخواجة بلعين اشتركوا في القناة